قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن حفصة عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإن الماء طهور قال هشام وحدثني عاصم الأحول أن حفصة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن عوينة عن عاصمين عن حفصة عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور وعلى الغلام عقيقته فأميت عنه الأذى وأريق عنه دما والصدقة على ذي القرابة ثمتني صدقة وصلة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبن عوين عن حفصة بنت سرينا عن الرباب بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور قال حدثنا محمد بن جعفر وابن نمير قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة ابنت سرينا عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد بن هارون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى حفنا هشام قال أخبرنا يونس عن ابن سرينا عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن حفصة ابن سرينا عن الرباب عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور وقال مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحيم إثنتان صلة وصدقة حفنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحيم إثنتان صدقة وصلة حفنا يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني حفصة عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى قال سمعته يقول صدقتك على المسكين صدقة وهي على ذي الرحيم إثنتان صدقة وصلة حفنا محمد بن أبي عادي عن أبن عوين عن حفصة بنت سيرينة عن أم الرائح أبنة صليع عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحيم إثنتان إنها صدقة وصلة حفنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبران أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرينة عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى حفنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد تمر فليفطر على ماء فإنه له طهور حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرينة عن سلمان بن عامر لم يذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم وهشام عن محمد عن سلمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى حفنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن محمد بن سيرينة عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عو وسعيد عن محمد بن سيرينة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأريق عنه الدم وأميت عنه الأذى قال وكان ابن سيرينة يقول إن لم تكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو قال حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن سيرينة عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأريق عنه الدم وأميت عنه الأذى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصمين عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد تمرا فليفطر عليه فإن لم يجد تمرا فليفطر على الماء فإن الماء طهور